وإلى قطاع غزة يوه السادة حيث واصلت دولة الكويت مد يد العون لأشقائه الفلسطينيين عبر تقديمها دفعة جديدة من المنحة الكويتية لعادة أعمار المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع الدفعة الجديدة بلغت قيمتها 16 مليون و605 ألف دولار سيستفيد منها نحو 547 فلسطيني في القطاع أكثر من ألفي أسرة فلسطينية تعيش اليوم بأمان بعد تشارد دام لمدة عامين عقب تدمير منازلهم وممتلكاتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة فالمنحة الكويتية وصلت خزينة وزارة المالية الفلسطينية فمن المقرر صرف الدفعة المالية الثالثة والأخيرة للمستفيدين بقيمة 16 مليون و685 ألف دولار أمريكية لأصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الإسرائيلية وذلك مطلع الأسبوع المقبل المنحة الكويتية تستهدف تقريبا 2250 مواطن من الذين هدمت بيوتهم يميز هذه المنحة يمكن هي أكبر منحة وصلت مرة واحدة من الدول المانحة وعلى رأسهم بطبيعة الحالة الدول العربية الشقيقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه رامل حمض الله وكافة المستفيدين قدموا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا والصندوق الكويتي للتنمية كل الشكر على دورهم في دعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني المنحة الكويتية لديها أليات في إدارة المشاريع تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل عن طريق عدة مستويات من التحقق أن المال الكويتي يصل للمستفيد بشكل مباشر ويتم اختيار المستفيدين بشكل دقيق وتقدم بالشكر الجزيل والعميق لشعب الكويت ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الحكومة الفلسطينية أعلنت أن دولة الكويت هي من أولى الدول التي التزمت بكافة تعهداتها المالية تجاه الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم خلال الحرب الأخيرة على غزة مواقف إنسانية كويتية كبيرة عاشها الفلسطينيون ولزلت الدعم الأساسي لصمودهم أمام الاحتلال والحصار والحروب صعد الإمام تلفزيون دولة الكويت غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر